إيه اللي رباك على أمر؟ اللي أمر منه! قبل ما تحل النصوص المتحررة ياريت تكون انت ذكرت المدرسة الواقعية ياريت تزاكر وتراجع المدرسة الواقعية كويس وبعدها تبص على نص النصور عشان تكون ذكرت ايه؟ عشان تكون ذكرت المدرسة كويس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر محمد إبراهيم البحر موعدنا وشاطئنا العواصف لاحظ معي ان كلمة العواصف في الغالب في الشعر بترمز إليه؟ ترمز إلى العقبات، الصعوبات، الشدائد، المصائب فالشعر بيقول ابحر موعدنا وشاطئنا العواصف الشعر بيكلمنا ايه؟ بيقولنا جازف يعني يخليك مجازف خليك مخاطر فقد بعد القريب الحاجة القريبة بيعدت ومات من ترجوه الشخص انت بترجوه مات الشخص انت بترجوه مات واشتد المخالف لن يرحم الموجه الجبان ولن يرحم الموجه الجبان ولن ينال الامنة خائف يعني الشعر بالبلدي كده بيقولك أن عواصف الدنيا شديدة ومصائب الدنيا شديدة عشان كده بيقولك جازف واستمر واصبر واستبر في القصير دي هو بيحس الإنسان بينصح الإنسان أنه يستمر أنه يستمر على طريقه عشان يوصل الهدف بتاعه القلب وتسكنه المواويل للحزينة المواويل كلنا عارفينها ليا جمع موال والموال ده بالبلدي كده هو عبارة عن فن شعري حديث العوام هما اللي بيحبوه الناس العامة هي اللي بتحبه ودائماً لما يجي غنوا الشعر ده بيستخدموا إيه؟ بيستخدموا الناي أو الربابة المهم القلب تسكنه المواويل الحزينة والمدائن للسيارف السيارف يعني الصيارف ده جمع إيه؟ جمع صيرف الصيرف ده هو الراجل اللي بيصرف الدراهم بالبلد دي كده الراجل اللي شغال في البنك الراجل اللي يعتبر اللي شغال إيه؟ اللي شغال في البنك فالشعر هنا بيقول القلب تسكنه المواويل الحزينة والمدائن للسيارف للناس اللي معها فلوس خلتة الاماكن للقطيعة من تعادي او تحالف خلتة يعني خلتة يعني ظننتة يعني هل ظننتة لما قولت خلتة انا كذا يعني هل ظننتة انا كذا يبقى خلتة الاماكن للقطيعة القطيعة يعني يا شباب القطيعة يعني الخصام قطيعة يعني اتنين بيخصموا بعض عكسها الوصل اتنين بيوصلوا بعض خلتة الاماكن للقطيعة من تعادي او تحالف طبعا تعادي عكس ايه عكس تحالف تعادي الشخص داي يعني بتحربه إنما تحالف الشخص داي بتتعاهد معاه عهد بتعمل معاه صلة بتخلي فيه حلف بينك وبينه يبقى تعادي عكسي عكس تحالف جازف ولا تأمن لهذا الليل أن يمضي ولا أن يصلح الأشياء تالف يعني الشاعر بالبلد يقولك امشي واستمر في طريقك مهما كانت الصعوبات مهما كانت التحديات هذا طريق البحري لا يفضي لغير البحري والمجهول قد يخفى لعارف جازف فإن سدت جميع طرائق الدنيا لو الدنيا كلها اسودت في وشك والدنيا كلها واقفت قدامك أمامك فاقتحمها فإن سدت جميع طرائق الدنيا أمامك فاقتحمها لا تقف كي لا تموت وأنت واقف يعني الشاعر بالبلد يقولك حتى لو الدنيا كلها واقفت قدامك على ألأ تموت وأنت ماشي في طريقك وأنت صابر وأنت ثابت وأنت مجازف أحسن ما تموت وأنت إيه وأنت واقف صلى الله عليه الصلاة والسلام مراد في كلمة تحالف في السطر الثاني عشر تقاسم توالي تشارك تجاور طبعا إجابة الصحة تكون إيها تكون توالي لما شخص يحالف شخص يعني بيعاهد الشخص ده يعني يواليه يعني في بينهم مولاة في بينهم حلف في بينهم عهد يبقى إجابة الصحة والأدقة تكون توالي مضاد كلمة القطيعة في السطر الحادي عشر الوصل الحنين الوفاء العطف طبعا قلناها واحد من الشرح تكون إيها تكون الوصل القطيعة يعني الخصام عكسها الوصل مفرد كلمة طرائق في السطر التاسع عشر طرقة مترقة طارقة طريقة طبعا بين ايه هتكون طريقة كلمة طريقة يا شباب جمعها ايه جمعها طرائق طبعا استبعد طرقة ومترقة وطارقة كلمة طريقة جمعها ايه جمعها طرائق الصورة بيانية في قولها القلب تسكنه الموويل في السطر التاسع تشبيه بريغ استعارة مكنية تشبيه موجبن استعارة صرحية صليبين على النبع عليه الصلاة والسلام لما أقول القلب بتسكونه المويل عندناه استعارة مكنية ليه استعارة مكنية؟ يبقى صورنا المويل بإنسان، فين إنسان حسفناه بس ابن صفا من صفاته على ايه ! لهو يسكن يا حج الصوت بتصور هنا استعلم لا هتغلط هنغلط يا بابا مش عايز غلط يستعلم واستعلم مكنية صورنا القلب بمنزل يسكن ببيت يسكن يبس تعارى ايه استعارى مكنية البديع في السطرين السابع والثامن جناس ناقص ازدواج طباق سلب حسن تقسيم صلي بنا عنها بعد صوت السلام هنستبعد مين طبعا نستبعد ايه نستبعد الازدواج هنستبعد الازدواج اشان الازدواج بيجي في الناس اللي مش بيجي في الشعر يبقى اما جناس ناقص اما طباق سلبA اما حسن ايه كان PEA حسن تقسيم في السطر السابع والثامن بيقول لان يرحم الموجه الجابان ون ينالا الأمنة خائف هنا مفيش جناس ايه جناس ناقص مفيش كلمتين شبه بعض يبقى مش ينفع جناس ايه مش ينفع جناس ناقص او مش ينفع الازدواج طبعا عشان الازدواج بيجي في النثر وش ينفع طباق سلبا عافية لو كان فيه طباق اجاب كان ينفع طباق سلب يعني ايه ايه? عكس خائف. الامن طبعا عكس ايه عكس خائف. شخص امن عكسها شخص خائف. الاتنين عكس بعض? كانت هتنفع طباق ايه? طباق اجاب. لكن ما عنده لاش طباق ايه? عنده طباق ايه? طباق سلب. يبقى ما فيش غير ايه? ما فيش غير حصن تقسيم. الاجابة الصح والادق هتكون ايه? هتكون حصن تقسيم. وهتلاحظ معي ان سطرين متقطعين شابه بعض. لن يرحم الموج الجبان. لن ينال الأمنى خائفه. يبقى سطرين مدقطعين زي بعض, ده اسمه ايه? ده اسمه حسن تقسيم. طبعا مش نختار ازدواج ده. ازدواج ده بيجي في النثر. وخلى بقى دي قصيدة. ده قصيدة لكن ده شعر ايه؟ ده شعر حر. ده اسمه الشعر الحر. هو ده الشعر الجديد. هو ده الشعر الواقعي يبقى ده شاب شباب الشعر ايه؟ الشعر الشعر الجديد. الشعر الحر. كلمة العواصل في العواصف بين اوي توحي بالعقبات والمتاعب هو الشعر يقصد صعوبات الحياة شدائد الحياة عقبات الحياة مصائب الحياة علاقة القوالية فاقتحمها في السطر قبل الاخير ما قبله توضيح تعليل نتيجة تفصيل صلي بنا على نابع صلى الله عليه وسلم هو قال فإن سدت جميع طرائق الدنيا أمامك فاقتحمها فإن سدت جميع طرائق الدنيا أمامك عامل ايه فاقتحمها ده اسلوب شرط واقتحمها ده ايه ده جواب الشرط وقلنا عطول جواب الشرط بيكون نتيجة لما قبله ويبقى الجواب الصحة تكون نتيجة لما قبله استنتج من خلال النص سمة من سمات الواقعية من حيث المضمون صلي بنا على النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا قال سمة من ايه من حيث المضمون مش من حيث الشكل في الأبيات اللي فاتت دي عندنا سمة واضحة جدا ألا وهي ايه ألا وهي اتجاه الشعر الواقعية إلى الحياة العامة عندنا سمة الاتجاه إلى الحياة العامة لو لاحظت معي هتلاقي الأبيات كلها بتتكلم عن ايه بتكلم عن حالة الإنسان وقد ضاقت به الحياة وقد تضاقل أمامه الأمل الشعر بيقول له متي يقس، كمل! على قل تموت وإنت ماشي أحسن ما تموت وإنت واقف يبقى لاحظ معي الشعراء دول بدؤوا يتكلمو عن الحياة العامة بيكلمو عن الحياة الإجتماعية بتاعة الناس بينصحوا الناس بيصوروا هموم الناس مشاكل الناس، أمال الناس، تطلعات الناس يبقى هنقول اتجاههم إلى الحياة العامة حيث يصورون هموم الناس ومشاكلهم وأمالهم وتطلعاتهم في الشعر محمد إبراهيم يدعو الشخص إلى الاقتحام يدعو الإنسان إلى الاقتحام والمجاسفة والصبر لتحقيق الأهداف العالية لتحقيق أماله وأهدافه من سمات الوقعية الميلي لاستخدام اللغة الحية علل ومثل من خلال النص طبعا ده سؤال مباشر سؤال مباشر إزاي ممال إزاي بس ما أنا هقول لك الجاي يعني هتدور بالبلد دي كي على كلمات السهلة هتدور على كلمات السهلة كلمات الخفيفة البسيطة زي كلمة موويل اللي قلناها من شوية كلمة موويل موال طبعا كلمة موال دي اعتبر كلمة عمية أصلا كلمة موال دي من اللغة العربية الحية القريبة اللي بنسمعها كل يوم بين الناس واعتبر اللغة إيه لغة عمية يبقى طبعا عندنا إيه عندنا كلمة موال هتدور على الكلمات شبه كلمة موال كده وتستخرجها وتقول عليها إنه إيه استخدام اللغة الحية استخدام واستعمال اللغة الحية البسيطة في شعرهم. اخر حاجة حدد اللون الادبي للنص وبين غرضه اللون الادبي للقصيدة دي شباب هيا يكون شعر اجتماعي لو لاحظت ان القصيدة دي كلها عبارة عن شعر اجتماعي. القصيدة اللي معنا النهاردة دي مش شعر سياسي مش شعر ثوري مش شعر ملحمي. ده شعر ايه? شعر اجتماعي. مجرد شعر اجتماعي وغرضه. ايه غرضه؟ الحث والنصح والارشاد. الشعر بيحث يبقى يجاب الصحة تكون شاعر اجتماعي غرضه إيه غرضه النصح من قصيدة لصلاح عبدالصبور بعنوان أقول لكم بقول سأحكي حكمتي للناس للأصحابة للتاريخ إن أزنت مسامعه الجليلة لي يبقى الشاعر بقول سأحكي حكمتي هي حكمته مين للناس للأصحاب للتاريخ تمام امتبأ إن أزنت مسامعه الجليلة لي صلي بينا عنها بأساد الصلاة لم أقول أزنت مسامعه لي ما تقولش أزنت هنا يعني سمحت يعني مثلا نقول لي لقد أذنت له في الرحيل يعني سمحت له أن يرحل أنا كي سمحت له أن هو يرحق إنما هنا أذنته مش معناها سمحته خلي بالك أذنته هنا معناها استمعت أذنته هنا معناها أصغيت سمعت المسامع يعني الأذن التي يسمع بها الإنسان نقول ما أسمع الإنسان يعني الأذن التي يسمع بها الإنسان يبقى للتاريخ إن أذنت مسامعه الجليلة لي يعني إن أصغت مسامعه لي لو دانه أصغت لي لو سمعت كلامي يبقى خلي بالك كلمة أذنت هنا معناها إيه؟ يبقى خلي بالك كلمة أذنت هنا معناها إيه؟ معناها أصغط معناها أصغط وعرفناها إزاي عرفناها عشان كلمة مسامعه مسامعه يعني يعني أدانه بالبلد كده الأذن بتاعته يبقى أذنت مسامعه يعني أصغط أذنه الجليلة ليه يبقى الشهر بقول سأحكي حكمتي للناس وللأصحاب وللتاريخ إمتى بقى إن أذنت مسامعه الجليلة ليه فإن طابت وإن حسنت سيفرح قلبي المملوء بالحب يبدو الأذن حسنت وطابت إلا يحصل سيفرح قلبي المملوء بالحب بعدها يقول يطيب القلب إذا ما أغفت الكلمات هانئة بعطر الحب يطيب القلب إمتبع إذا ما أغفت الكلمات أغفى يعني إذا أقول الشخص ده أغفى يعني أخذه نوم خفيف أخذه نوم خفيف يعني حس بأنه عايز إيه عايز نام إذا ما أغفت الكلمات هانئة بعطر الحب وقفت أمامكم الشعر يقول وقفت أمامكم ورفعت كفي قائلا هيقول هيا هنا إنسان هيا هنا إنسان يريد يدير في فكيه ألفازا يدحرجها إلى الإنسان يعني بقول أنا إنسان في فمي ألفاز الألفاز دي عايز أدحرجها للإنسان عايز أورديها للإنسان عايز أمررها للإنسان لتصنع نقمة في القلب أو فرحة عشان تعمل نقمة في القلب كلمة نقمة عكس النعمة لتصنع نقمة في القلب أو فرحة يقول الكلمات دي هتصنع نقمة في قلوب بعض الناس أو فرحا في قلوب بعض الناس تكون مجنة من جرح مجنة يعني وقاية تكون وقاية لمن جرح وسهما في حشل قاسي الذي جرحه يبقى الكلمات بتاعتي هتكون وقاية للشخص اللي اتظلم الشخص اللي اتجرح وهتكون سهم في أحشاء مين في أحشاء الشخص القاسي الظالم الذي جرح صلى الله عليه الصلاة والسلام مرادة في كلمة أذنت في السطر الأول سمحت تهيأت أصغط باحت طبعا هجاوبنا عليها هتكون أصغط مضادة كلمة أغفت في السطر الرابع تنبهت ثارت خشية حزنة الإجابة الصحة تكون تنبهت الشخص ده أغفى يعني نام نام نوم خفيف عكسها الشخص يهي انتبه تنبه فاء يبقى الإجابة الصحة تكون هيكون تنبهت مفرد كلمة مسامع في السطر الثاني هتكون مسامع مسامع مفردها مسامع الأول الصورة которая بيا في القولية تكون مجن الكلمات بتاعتها هتكون هتكون مجن طبعا بينا أ Cabello هتكون تشبيهiek يهتشبيه بليغ تكون إذا بعلي nhân افعال النوقصة فين اسم تكون ضمين مستتر التقديره ايه تكون هي ضمين مستتر تقديره ايه تقديره هي ضمين مستتر تقديره هذه كلمات يعني يبدأ باقي الكلمات هتكون مجن يبقى الكلمات مجن شبهنا كلمات بالمجن أي الوقاية يبقى ده طبعا تشبيه إيه تشبيه بليغ تشبيه بليغ شبهنا إيه تشبيه كلمات بالمجن البليغ في السطر السابع طبق إجاب جناس تام طبق سلب جناس نقص صالبين على النبى عليه الصلاة والسلام يقول يريدوا يديروا في فكيه ألفاظا يدحرجوا إلى الإنسان طبعا بينه يريدوا يدير للإتنين شبه بعض قوي ده اسمه ايه ده اسمه جناز ناقص ده اسمه مغلط جناز ناقص significa كلمتين شبه بعض ده اسمه جناز ناقص جناز ناقص يعني كلمتين شبه بعض يبقى الإجابة الصحة تكون جناز ايه جناز ناقص يريد شبه يدير السؤال اللي بعد كده عايز علاقة السطر الثامن بالسطر السابع صلى بيننا عنه بها يا صلو السلام بيقول يريد ويدير وفي فكيه الفاظا يضحرجها إلى الإنسان ليه بقى ليتصنع نقمة في القلب ليه تصنع ليه تصنع اللام اسمه لام ايه لام تعليل بين اوي لام تعليل يبقى تصنع فعلا مضالة منصوبة هو بالفتحة فعلا مضالة منصوب باللام التعليل وعلامة نصبه ايه علامة نصبه الفتحة يبقى ليتصنع نقمة هتكون تعليل ايه تعليل لما قبلها تعليل لما قبلها عشان لام التعليل استمتج سماتين من سمات الوقعية من حيث الشكل طبعا ده سؤال كبير ممكن تجاوب عليه بأكتر من طريقة يعني مثلا ممكن تقول اللغة الحية عندنا سمة اللغة الحية طبعا الشعر استخدم كلمات سهلة وحية وبسيطة وبتستعملها في اللغة العامية بتاعتنا طبعا الشعر استخدم كلمات بسيطة وسهلة جدا يبقى تدور في القصيدة على الكلمات البسيطة وسهلة جدا هتقولي استعمال اللغة الحية عندنا سمة تانية استخدم استخدم السطر الشعري،س BLM،33M drei ما استخدمش الابيات،ما استخدمها واحدة بوزنة قافية استخدمنا استخدام ان اسطر شعرية،تتنوع وتفعيلاتها تتنوع وتفعيلاتها التفعيلات بتاعتها بتختلف من سمات الوقعية اهتمام بالتصوير ده للمخيل الاسطر السابق صل بينا عن نابع احنا اخذنا اهتم تغلق بالتصوير وتوظيف الرمز والاسطورة يعني في الغالب يحكم بالصور البيانية و принимوا استخداموا الرموز كتير جدا عندنا مثلا هنا في الاخر يعني لو لاحظت معي في السطر التاسع هو قال لي تكون مجن صورنا الكلمات بالمجن بالوقاية وسهما في حشل قاسي هنا صورنا برضو كلمات بالسهم يبقى طلاحظ معين هما بيستخدموا بيستخدموا الصورة كتير جدا بيهتموا بالصورة وبيهتموا بالرموز يبقى طلاحظ معين هما بيهتموا بيهتموا بالرموز وبيهتموا بالصور بيهتموا بالصور البيانية جدا وبيهتموا بيهتموا بالرموز زي السطر التاسع عندنا صورنا الكلمات بالمجن وصورنا الكلمات بالسهم يبقى طبعاً ده كل اهتمام بالصورة وتوظيف للرمز والأسطورة آخر سؤال حدد إسطوب القصر في السطر السابع ويذكر وسيلته بيقول يريده يديره في فكيه ألفازن أصل الجملة إيه؟ أصل الجملة يريده أصل الجملة يريده يديره ألفازن في فكيه يريد يدير عايز يدير إيه؟ يدير ألفازن في فكيه يبقى ألفازن مفاول به ومحن قدمنا الجار والمجرور على ايه على المفعول به يبقى هنا تقديم ما حقه التأخير يبقى ده قسطو القصر وسيلته تقديم ما حقه التأخير قدمنا الجار والمجرور على المفعول به الفازن غرضه ايه غرضه التخصيص والتوكيد لو عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر المقطع بين صحابك عشان نقدر نكمل المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك نتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته